ومشاهدين للحديث عن الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الصحفي المتخصص بالشأن الإيراني مسعود الفاك سيد مسعود مساء الخير أهلا وسهلا بك معنا إذن سيد مسعود إلى أي حد عدم التجانس في الموقف الإيراني الداخلي بين الرئيس حسن روحاني والمرشد العالى علي خامناء ينعكس على السياسة الخارجية لإيران لا أعتقد بأنه سوف ينعكس على السياسة الخارجية الإيرانية خاصة فيما يتعلق بالملف النووي الذي هو ملف حساس بالنسبة لإيران في هذه الحالات نعرف بأن القرار النهائي سيكون بيد المرشد الأعلى ورئيس الجمهورية هو سيكون مسؤول العلاقات العامة لا يستطيع الرئيس أن يقرر دون أن يأخذ الضوء الأخضر من المرشد وفي هذه الحالة يجب أن نسمع إلى علي أكبر ولايتي علي أكبر ولايتي هو المستشار السياسي والشؤون الخارجية للمرشد تصريحات علي أكبر ولايتي هي سوف تحدد في واقع الأمر هي تعكس موقف المرشد تحدد الموقف الإيراني تجاه الملف النووي في حال خروج الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الاتفاق وقبل فترة تحدث علي أكبر ولايتي فقال لو خرجت الولايات المتحدة الأمريكية الجملة محددة هنا لو خرجت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق قروج إيران سيكون إحدى الخيارات إنه لم يؤكد لأنه سيكون الخروج يقول سيكون إحدى الخيارات في هذه الحالة طيب سيد مسعود كيف تفسرون هذا التناقض في الأراء داخل إيران؟ لأنه في نهاية الأمن نحن نعرف حتى لو نعرف تركيبة الدولة كيف تتم في إيران الحكومة يتم اختيارها الوزراء السياديين دائما يتم اختيارهم باستشارة المرشد وبإعاز من المرشد بما فيه وزير الخارجية وزير الدفاع وزير النفط وبعض الوزراء الآخرين هنا هذا يعني بأن السياسة الخارجية الإيرانية تحدد من بيت المرشد هذه هي الدولة العميقة التي تحدد اتجاهات ومسارات السياسة الخارجية الإيرانية خاصة في المناطق التي تعتبرها إيران بالنسبة لها سيادية وتريد تتدخل مثلا في سوريا بالشأن السوري رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يتخذ قرار اليوم مثلا ياخذ قرار بأن القوات الإيرانية تنسحب من سوريا لا يمكن ذلك يجب المرشد الأعلى يتخذ هذا القرار ويبلغه قد يبلغه للرئيس حتى يتم ذلك وهذا يطبق أيضا على هذا الأمر لذا أنا لا أرى بأن هناك تناقض ما دام السلطة الواقعية والحقيقية بيد المرشد هذه هي الثنائية التي موجودة في إيران منذ تأسيس النظام قبل أربعة عقود يعني هل هذا الأمر على بين من كل الشعب الإيراني نستطيع القول أم هو خافي أم هناك غطاء ويتم من تحت هذه الأمور الإيرانيون يعرفون بوضوح بأن القرارات من هذا النوع بيد علي خامنائي لذا عندما حتى يحتجون لا يرفعون شعارات ضد الرئيس بقدر ما يرفعون الشعارات ضد المرشد الذين يحتجون لماذا؟ لأننا نعرف عندما بدأ التفاوض حول الملف النووي وبوساطة عمانية المرشد الأعلى هو الذي أصدر هذا القرار ببدء التفاوض واتخذ هذا القرار تحت شعار الشجاع المرينة الشجاع المرينة هذه الجملة التي أطلقها المرشد حتى يعطي ضوء الأخضر للفريق الإيراني يدخل في التفاوض مع الأمريكان ونعرف هذا التفاوض أدى إلى إبرام الاتفاق بين دول 5 زايد 1 وإيران لأن حتى أستاذ مسعود الملف الذي يخص الاتفاق النووي كان هناك معارض ومؤيد من داخل الحكومة الإيرانية بحد ذاتها كان مؤيد ومعارض ولكن المعارضين في البداية سمحوا لهم أن يتحدثوا ثم أسكتهم المرشد أيضا نعود إلى نفس النقطة لأنه هو الذي أعطى الضوء الأخضر لأن الأمريكان وخاصة في فترة أوباما بالنسبة لإيرانيين لا كان يمكن لهم أن يحصلوا أفضل من هذا الاتفاق هذا الاتفاق أعاد لهم كثير من الأموال التي كانت مجمدة خاصة لدى الأمريكان منذ ثورة 1979 بواسطة هذا الاتفاق استطاع أن يلغوا كثير من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران والاقتصاد الإيراني والحياة المعيشية للإنسان الإيراني كانت تحت وطأة هذه العقوبات ولكن دون شك هذا الاتفاق كان لصالحهم ولكن اليوم نرى عندما نقترب من 11 هذا الشهر نرى بأن سعر العملة الإيرانية بدأت ترتفع الخميس أقفلوا على سعر 6200 تومان عندما أقول 6200 تومان يجب أن نعرف قبل 7 شهر سعر العملة كان 4000 معناته هذه الطفرة في تاريخ إيران الدولار لم يصل إلى 6200 تومان طيب أيضا تناقض آخر سيد مسعود مثلا اليوم حضر تيليجرام مثال آخر يخرج روحاني وينتقد الموضوع ويقول أنه غير مؤيد بهذا التصرف ويتبرأ منه أيضا كيف تفسرون هذا التناقض أم هو يبرر ذلك من خلال الأمور بعيدا أو معا عن السياسة كما ذكرت حضرتك الدستور الإيراني دستور فيه تناقض كثيرة هذا التناقض ينعكس على المواقف السياسية تعدد مراكز اتخاذ القرار في إيران هي أحد المشاكل التي تواجه السلطة هي تعاني من هذه المشكلة حسن روحاني عندما لم يتخذ القرار بالنسبة للتيليجرام ولكن السلطة القضائية هي التي اتخذت هذا القرار رد عليهم حسن روحاني قال بأن اتخاذ القرار بالنسبة للتيليجرام يعود إلى مجلس الأمن القومي وليس من صلاحياتكم ولكن هذه التعددية في المراكز الاتخاذ القرار جعلت الإنسان الإيراني أيضا في حيرة من أمره من هو المسؤول عن إغلاق تيليجرام في إيران لا حدا يتحمل المسؤولية حسن روحاني قال مبارح بأنه نحن لم نتخذ هذا القرار ونحن نعارضه ولكن هل استطاع حسن روحاني رغم ربضه ورغم معارضته لهذا القرار أن يوقف هذا القرار تيليجرام مغلق الآن في إيران معناته هناك سلطة أعلى من رئاسة الجمهورية رئاسة الجمهورية هي مؤسسة علاقات عامة في إيران وليست مؤسسة لاتخاذ القرارات داخل هذا البلد شكرا جزيلا لتواجدك معنا في الاستوديو الصحفي المتخصص بالشأن الإيراني السيد مسعود ألفاك شكرا جزيلا لك